بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده وبعد فهذه قراءة لأرجوزة اللؤة في ذكر من عاش من الصحابة رضي الله عنهم عشرين ومئة وهي عقد لجزء ريح نسرين في من عاش من الصحابة رضي الله عنهم مئة وعشرين لعلامة السيطين من نظم محمد بن أحمد آل رحاب المدني غفر الله له ولولديه والمشيخ والمسلمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد هو ابن أحمد يرجو الرشاد والسداد والهدى الحمد لله وصلى الله على نبيه ومجتباه وبعدها كيا أخي اللؤلؤة أتتك فغنما بها من تنبئة فيها ذكرت الصحبة من خير في أه من عاش عشرين وزد لها مئة في ريح نسرين الصيوطي العلم عليه رحمة الإله ذي الكرم عليهم الرحمة والرضوان فإنهم أهل لها قد كانوا فصل في ذكر عددهم رضي الله عنهم إجمالا عدتهم عشر وزد ثمانية أسماؤهم قلعا قريب آتية فصل في ذكر أسمائهم رضي الله عنهم تفصيلا أو سبنوا مغرأ كذا حسان أعني ابن ثابت أيا فتيان منهم حكيم بن حزام أعلن ثم ابن عوفي الكريم حمنا حويطيب وهو ابن عبد العزى وفي اسمه خلف إليهم يعزى سعد أبو عمر هو الشيباني وسعد العوفي يا خلاني ثم ابن يربع سعيد يعرف وهو أبوه دلديهم يؤلف ثم العماني أبو شداد وهو الذماري من الأمجاد كذا كعاصم وذا نجل عدي أكرم به من سيد ممجد وبعدهم يصاح عبد خيري ابن يزيد فاعل للخير ومنهم ابن حاتم عدي أعني به الطائي ذا جلي كذلك اللجلاج ثم مخرم وهو ابن مسور ألا ما أكرم ونافع يخل مولى المنذر ابن سليمان الكريم المخبري ومنهم النابغة الجعدي وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يفضد الله الأجل فاكف ظل سالما بلا خلل فاكف ظل سالما بلا علل لكن إسناد الحديث ضعفا كما أبان الهيثمي ذو الوفا ففيه يعلى وهو نشل الأشدقي قد ضعفوه يا أخي فحققي هذا ومنهم على ما ينقلوا نجل معاوية وهو نوفل ثم لبيد بن ربيعة البطل وها هنا تم النظام واكتمل فرض إلهي عن جميع الصحبي والآل والأتباع يا ذا حسبي والآل والأتباع أنت حسبي نظمته بطيبة المطيبة والحمد لله على ما قرب الله صلي وسلم وبارك على نبينا محمد بعض الخلقك ولضا نفسك وزينا تعرشك ومدادك ألماتك إلهي نجني من كل ضيق فأنت إلهنا مولى الجميع وهبلي في المدينة المستقرا ورزقا ثم ذفنا في البقيع وفلي ولوالداء ولمشيخ المسلمين آمين ترجمة نانسي قنقر